موسيقى أهلا بكم من جديد مشاهدينا اختتمت مؤسسة رؤية الفلسطينية وجمعية برج الأخلاق المجتمعي قمة القدس الشبابية الرابعة بعنوان الثقافة والهوية انطلاقا من إيمانهما بالعمل الجماعي من أجل خدمة أبناء القدس اليوم نتحدث مع الطرفين مع منصق المشاريع في الرؤية الفلسطينية زيد أبو دلو وأيضا المرشد الاجتماعي في برج الأخلاق تمام نوفل أهلا وسهلا بكم أهلا وسهلا بكم يسعد صباحكم لما نتحدث عن قمة القدس الشبابية نتحدث عنها في عامها الرابع ما الذي يميزها هذا العام عن الأعوام السابقة؟ في العام الرابع وهو هاي السنة كان موضوع القمة بشكل رئيسي عن الهوية والثقافة اللي بميزها هاي السنة هو وضع القدس اللي بتمر فيه من شهر عشرة بداية لما بدأت الأحداث يعني مع بداية شهر عشرة واللي هي مستمرة لليوم بس ممكن خفت شوية وترتها بالقدس تحديدا فكانت هي هاي القضية الأكتر يعني قريبة للقمة الشبابية المقدسية كان العنوان الرئيسي الهوية والثقافة تم طرح يعني عدة مواضيع بتخص الشباب بتذات فئة الشباب لأنه هي القمة الشبابية يعني فتركز عهاي الفئة بتطرح عدة مواضيع تتناول هاي القمة بتخص الشباب وبكون في تفاعل بين الصناع القرار اللي بتستضيفهم القمة وبين الشباب اللي بكونوا مشاركين في هاي القمة بتتم يعني هي الفئة المستهدة في أكتر هي فئة خلينا نقول طلاب الجامعات اللي هي فئة الشباب اللي بين 18 فما فوق يعني ممكن توصل لحد 28-29 سنة نعم هذا مهم جدا كمان التواصل مع الفئة الشبابية لما بنحكي كمان عن الشباب وجوفنا كتير يعني خلينا نقول شهداء ارتقوا من القدس تحديدا يعني طبعا أكي مواصق أخرى لكن كانت القدس يعني خلينا نقول تغلي يعني في بداية الأحداث تمام يعني أنتوا أيضا تشتغلوا يعني في هذا المجال بالتحيي في برج اللقلق حدثينا كيف كانت تعاون أيضا سواء هذا العام والأعوام السابقة مع مؤسسة الرؤية في التواصل مع الفئة الشبابية هلأ احنا دايما بنشتغل مؤسسة برج اللقلق مع الرؤية في تواصل دايما بيننا عشان هيك احنا مستمرين في القمة الشبابية اللي عملها تصير لسالها أربع سنين السنة اتميزت بموضوع الهوية والثقافة لأنه إذا احنا ما بنينا للشباب من هم صغار على هويتنا وثقافتنا المقدسية الفلسطينية أكيد كل راح يعني زي ما هلأ اليهود عم بيحاولوا يهودوا لنا المدينة ويهودوا أفكارنا ويهودوا التراث احنا هذا كله لازم نشتغل عليه بالنسبة للتواصل بيننا وبين الشباب المؤسسات فيها طبعا برامج مختلفة فيها أكتر من مشروع فلما يكون عندنا مشروع مختلف زي القمة اللي عندهم فرصة انهم يعبروا عن قراءهم لصناع القرار أو يوصلوا للناس اللي هم صعب انهم يوصلوا لهم في الحياة اليومية بلقوها كتير فرصة وميز انهم يجوا يحكوا يعبروا يحكوا عن أي اشي بدايقهم أي اشي عن القضايا الاجتماعية اللي بيعشوها كل يوم القضية اللي بتمس كل واحد فيهم سواء الاعتقال البطالة المخدرات القضايا الاجتماعية اللي بنتشوفها بالشارع المقبسي كل يوم صحيح صحيح يعني لما بنحكي عن هاي المشاكل والقضايا تحديدا يعني إلى جانب كل ذلك يعني دائما سلطات الاحتلال عم بتحاول تستهدف الشباب وتحاربهم بالوعي يعني أكتر شيء يعني مش بس يعني هي تقتل الجسد وإنما أيضا في حرب على الوعي تقتل الفكرة نعم أديش زيد يعني لحظتوا الفكرة الهوية حاضرة يعني وإحنا عم نقول دائما أن الاحتلال أيضا عم بضرب الشباب في هويته هويته الفلسطينية سواء بالتقسيم حتى الهوية المقدسية عم بحاول دائما يحاربوا فيها أديش هاي الفكرة في واعي فيما يتعلق بالهوية الفلسطينية الهوية الفلسطينية الجامعة خلينا نقول عند الشباب يعني بالذات مبارح كان فيه كتير تفاعل من الشباب فئة الشباب المشاركة في الموضوع في القمة لأنه زي ما حكينا الأحداث مع بداية شهر عشرة يعني وععت شوية أو عندهم صار دافع ذاتي أنه ضميحكم سعر وخلقت تساؤلات كتيرا كمعني كانوا وصلوا رسالة لحدها معين لطرف معين من صناع القرار فكان مشاركي معنا أطراف من صناع القرار بالذات من محافظة القدس لأن القمة هي خاصة في القدس يعني فالشباب كتير كان فيه تفاعل كان بدهم يوصلوا صوتهم يوصلوا رسالتهم يطرحوا الأفكار ينقشوها مع صناع القرار عشان يعرفوا صانع القرار إيش دوره برضه في الوضع عماله بصير في القدس عشان يعني يعرفوا إنه لوين رايح الأمور وين بتجه الأمور فطرحوا عدة قضايا منها استعادة جثمين الشهداء وطرحوا عدة أسئلة لصناع القرار منها إنه وضع القدس الحالي كيف مثلا محافظة القدس كيف عمالها تنظر إليه إيش هي الخطف الجهود وين بتتكثف؟ إنه إيش هي الخطة في إنه إيش هي خطة العمل محافظة القدس تجاه هي مين الشخصيات اللي كانت حاضرة أيضا؟ مثل محافظة القدس اللي هي سلوه ديب ممثلة شؤون القدس وكان فيه ممثلين عن المجموعات الشبابية كان فيه ممثلين عن الأمم المتحدة القمة بحد ذاتها شارك فيها الشباب نفسهم بأنهم يصنعوها لأنه مش بس المؤسسات نفذتها كان فيه شراكة مع مجموعات شبابية تطوعية مثل مجموعة ساند الشبابية ومجموعة لسه مش عارفين وفيه مجموعة اسمها صنع الحياة هذول التلات مجموعات شبابية تطوعية يعني مش مؤسسة هم مجموعة شبابية شاركوا مع المؤسسات في إنه يكون لهم دور في هاي القمة نعم وكمان كان فيه مشاركة يعني كبيرة صح؟ كان فيه تقريبا أداش العدد المشاكين العدد تقريبا موسيل بين 350 مشارك أغلبهم 9 مليون منهم من فئة الشباب نعم و هذا كمان واضح إنه كمان هم الشباب يعني عندهم رغبة إنهم يكونوا حاضرين وإنهم يكون في عندهم هذا التفاعل وإنه يكون لهم دور وشوفنا يمكن يعني في القدس كانوا مبادرين في حملات مختلفة مش خايفين وغيرها في القدس كمان بتحسي تمام إنه من المهم جدا يعني في هذا الوقت وكمان الألقات السابقة يعني كمان نقول إنه القدس كانت مستهدفة وهي مستهدفة يعني منذ بداية الصراع إنه يكون فيه مؤسسات تحتضن الشباب وتوعيهم وعالأقل تعطيهم هذا المجال من أجل التعبير عن أنفسهم وطرح هذه التساؤلات والبحث عن إجابات عليهم الشباب عندنا بالأتما إلهم منفذ غير الجامعة أو المدرسة أو المؤسسات لأنه ما في أي مجال تاني اللي يقديروا يعبروا عن حالهم فيه أو يعبروا عن القضايا اللي يتمسهم القضايا الشخصية أو القضايا الاجتماعية اللي منعيشها تيجي القمة تعطيهم هاي الفرص يعني بتوجههم للقمة بيشوفوا صانع القرار ممكن يواجهو له بقضية بتمسهم ممكن يحكو له عن موقف صار معهم زي الاعتقالات العمالة بتصير للشباب زي ما حكينا قبل شوي دورهم كشباب بتمثل إنهم يكونوا حاضرين في هيك لأن القدس بتحتاجهم لأنه إذا ما هم ما عبروا مين رح يجي يعبر عن موقفهم الاجتماعية اللي بتصير بالحياة اليومية كل يوم نعم وعم بشوفوا هذا التجاوب عم بتشوفوا كمان إنه شباب برجاء ومثلا المؤسسات يكون في ردود فعل إيجابية لحضورهم ومشاركتهم صحيح وخصوصي بعد عمالة يسير الشباب عم بصير عنده هواعي ثقافي إنه إحنا وين رايحين إحنا وين موقفنا من اللي عمالة يسير سواء على القضايا الاجتماعية أو السياسية إحنا شو موقفنا إحنا إحنا إش ممكن نقدم إش ممكن يكون دورنا فبهاي الفترة الهبة وعت جيل كامل صح وهذا المهم يعني كمان لما القمة بتحمل عنوان الهوية والثقافة ومنقول أنه هذا سلاحنا يعني الثقافة سلاحنا ويمكن كمان من الشهداء كانوا مثقفين بهاء عليان يعني هو يعني اللي كان من أصحاب المبادرين في أطول سلسلة قرار يعني حول أسوار القدس وهو كان الشهيد أيضا ورح يكون والدو كمان يعني حاضر معنا في فقتنا الأخيرة اليوم لكن كمان قديش عم نتعب عم ديش عم نطلع جهد من خلال هاي اللقاءات يعني شو مخرجات اللي ممكن تطلع يعني أو نتائج ممكن يعني سفيد منها على أرض الواقع يعني هل كان في توصيات معينة خرجت فيها القمة زيد؟ هي في نهاية القمة كان في هناك توصيات لكن يعني القمة هاي هي ممكن من الأمور القليلة اللي بتحدث أنه تجمع بين صانع القرار وبين الشاب المقدسي أو الشاب الفلسطيني بشكل عام لأنه فيش عندنا قنوات اتصال مباشرة مع صناع القرار ولا مع السلطة فالقمة هاي ممكن قطاحت الفرصة للشباب أنه يوصلوا رسالتهم لصناع القرار اللي بتمثل السلطة يعني الفلسطينية ووصلوا لهم رسالتهم ووصلوا تساؤلاتهم ووصلوا انطباعاتهم خصوصا فيما يتعلق في القدس يعني أنه لوين الأمور رايحة وفي نهاية القمة يعني تم توزيع المجمعات الشبابية لخمس مجمعات اتناولت خمس قضايا مختلفة منها التعليم والبطالة والاعتقال والمخدرات تم توزيع مع خمس مجمعات مع خمس أشخاص يعني أخصائيين في المواضيع اللي انطرحت وفي نهاية القمة ونهاية هاي الورشة داخل القمة تم الخروج بنتائج وتوصيات من كل مجموعة فكان فيه خمس مواضيع تم الخروج بتوصيات إلها وخمس مواضيع تم الخروج بنتائج في النهاية يعني لما رجعوا تجمعوا المجمعات كل مجموعة طرحت التوصيات تبعتها وحكت بإيش خرجت بالنتائج هاي التوصيات راح تتم إصالها يعني لصناع القرار اللي كانوا ممثلين موجودين في القمة وراح تتم إصالها ممكن يعني عن طريق المؤسسات للسلطة نعم وهذا مهم جدا كمان المتابعة يعني قضية المتابعة مهمة جدا يعني احنا مش بس عم نعمل نشاطات أو نعمل فعاليات ومؤتمرات وإنما يعني منطلع توصيات وإنما يجب أن يكون هناك متابعة لأنه في حاجة كمان صحي قديش تمام لما منحكي خاصة في الوضع الراهن يعني خاصة من بداية الأحداث يعني من شهر أكتوبر الماضي كان في يعني خوف وقلق عند الشباب عند أهالي يعني المقدسيين على موضوع الاعتقال على موضوع طبعا غير القضايا المختلفة الثانية زي ما حكينا يمكن البطالة المخدرات وغيرها في توعية على موضوع على هاي التفاصيل المختلفة هل هناك بتخوموا في حملات توعية للشباب حتى كمان الأهل يعني إذا بيكون مشاركين من أجل حفاظ يعني على حياة ابنائهم وحتى كمان دور دورهم في المقاومة هلأ بآخر فترة اللي صارت من شهر عشر الماضي تقريبا كان في حركة مش حركة كان في جمود كان في تجميد بالقطس ما كانش في حركة ما كننا قدرين يعني ما كان نقدر نقدر نعمل تجمع لأنه مجرد أنه تجمع كان يعمل خوف يعني أول إشي الأهلي خافوا يجيبوا ولادهم الأولاد أصلا كان في عندهم شوية خوف أنهم يكونوا في الساحة المقبسية يعني بس إحنا عندنا ورشات عمل بالمدارس عندنا ورشات عمل عندنا في نفس الجمعية من نحكي عن كل شيء ممكن يواجهو الشباب عن المخاطر كيف يتصرفوا كيف حقوقهم يعني كل شيء لمن بقدروا يتوجهو له كل قضية لمن ممكن هم يتوجهو له إذا كان في كمان تواصل مع المؤسسات التعليمية يعني مدارس أو غيرها في مشاريع بتختصف أنه تكون مع المدارس المشاريع كانت شغالة ما في شغل وقف بس هي شغلة الخوف أو الفترة الصعبة اللي ما رأنا فيها خصوصي كمان إحنا شغلنا داخل القدس أنا جمعية برج اللقلق هي داخل أسوار البلد القديمة يعني كان في كتير خوف أنه الناس يوصلون أصلا صح يعني وبعدها يمكن بعد فترة الخوف هاي طلعت هاي حملة مش خائفين وكمان داخل الحملة طبعا هلا إحنا أطلقنا حملة اسمه ما تخافش في الرؤية يعني اتزامنت مع الأحداث مش أجت بعدها وفي برضه برج اللقلق تلعب حملة عن التوعية وإنه كيف تعامل مع المواجهات والأحداث فكان تقريبا خلال الأحداث مش بعدها يعني شاء الناس خلال الوضع يعرفوا كيف تعاملوا معها طيب يعني حكولنا إذا سريعا يعني لما منقول عاي التحديات موجودة أمامنا شو هي نصائح يعني اللي منقولها لأهل القدس للشباب يعني فيما يتعلق بالتواجد في الشوارع المقدسية في الصحات المقدسية في موضوع الاعتقال في كل المواضيع المختلفة يعني بنقاط سريعة يعني شو الأشياء اللي انتو وضجتونهم إياها عشان كمان يقدروا يواجهوا هذا الواقع بتحدياته هو حاليا يعني خفت شوية وطيرة الأحداث في القدس تحديدا يعني يمكن هي مناطق أخرى زي الخليل ونابلس لسه فيه عمال يصير أحداث بشكل يومي نعم هي يمكن لو بتتراجع شوية بس ممكن يعني بترجع بتزداد وطيرتها يعني في فترة أخرى يعني شوية أستقرة بس حاليا هي الأوضاع شوية هادية بس مع البداية الأحداث في شهر عشرة يعني حاولت المؤسسات المقدسية والمجموعات الشابية كمان كان لها دور كبير في المجتمع وبين الشباب انه طرحوا عدة مواضيع انه موضوع انه ما تخافش وانزل على البلدة القديمة وانزل على القدس وموضيع التوعية في حالة الاعتقال السياسي موضيع التوعية في حالة المواجهات في انه غاز ومش غاز وانه كيف تتعامل مع الغاز إذا شميت الغاز وصار عدة أمور يعني اللي هي بتكون في لحظة المواجهة ولحظة إذا صار أحداث يعني حاولت المؤسسات يعني كل مؤسسة بدورها تغطي جزء معين من هاي المواضيع صحيح خاصة كمان لما بنحكي عن مناطق مثل قدس فيها تماس مباشر يعني أو في الخليف بدل القديم فيها تماس مباشر مع مستوطنين وكمان بنعرف قدش الاستيطان يعني كان يعني الاستيطان بخنق المدينة أو يعني محاولات التهويد الإسلامي المستوطر وكان الاستاذ أيضا خليت فاكجي حاضر في المؤتمر بكلمة أخيرة تمام شو رسالة يعني اللي ممكن نقدمها سواء من هذا المؤتمر وأيضا للسنوات القادمة يعني كمان أنتم مستمرين في عملكم مع الشباب إحنا رسالتنا دائما تتوجه لشباب الفلسطيني بشكل عام يعني وللمقدسيين بشكل خاص أنه زي ما كنا نحكي عن الحملات ما تخاف وتخافش كل الإنسان فينا عنده طاقة وعنده موهبة وعنده فكرة ما تخاف أنك تكون مبادر لهاي الفكرة أو لهاي الفكرة أو أنه يكون عندك جانب إبداعي توجه للمؤسسات يرح تساعدك أكيد مية بالمية بالإضافة لطاقتك أنت يعني عندنا مجموعات شبابية قادرة أنها تعمل كثير أعمال المؤسسات نفسها مش قادرة تعملها صح صح فإنه وجه طاقتك بطريقة إيجابية نعم وهذا مهم جدا لأنه يكون عندهم طاقة بيكون في حاضنة لهذه الطاقة من أجل استثمارها وتوظيفها وكمان ما بنى ننسى أنه لازم يكون في جهد رسمي داعم لهذه المؤسسات وهذه الطاقات الشبابية وكلها في النهاية تصوب في تسليط الضوء على قضية القدس وشبابها وأهلها أكيد شكرا لوجودكم معنا شكرا أكيد من ثمن دوركم أتمنى لكم كل التوفيق شكرا أهلا وسهلا بكم مشاهدينا ننتقل الآن إلى ريم المصري وكلمة الفلك شكرا 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 شكرا